الخياني بكرهها أنا نطرت للصبح للساعة خمسة على البالكون حطيت قنية الويسكي حطيت فرد وقعدت على البالكون للساعة خمسة الصبح فرد؟ أه وقدرت بيني وبين نفسي أنه ظاهرة تخون يعني تصور مقفلي على الولاد وتاركتهم وأنا نايم بشغلي فتت على البات لجوة تركت الباب مفتوح جاي فاتي على البات فتكرتني نايم أنا وين بوظيفتي حامل سكربينتها وفاتي دب دب يعني ما حدا يشوفه ما حدا يسمع حصة قال أنا طرى طلعت بوجي قلت لي أهلا وسهلا تفضلي فرد بإيدي وشربين نص قنينة يعني ما بتعلم بأي لحظة بفقوسة يعني كنت قدمكينت غار علي وحبه تفضلي على الأوضة فاتيت وين كنت قلت لي وين بدي كون حبيبي أنا قلنت عم تمشي بجنينة مرنقولة هون قلت لي هلا ساعة خمسة الصباح عم تمشي بجنينة مرنقولة يا أنت مجنونة يا أنت خينتيني واحدة من اثنين أنا ظلمة ما أني ولد قذبي علي واحدة من اثنين يا بتاع ترفي بالخيانة يا بتاع ترفي أنك مجنونة بيهديك على العصورية لأكتب والأهل بشو بين الخيارين اللي عطيتها إياهن نقت واحدة منهم يا نقكة عندها خيار كان عندها جواب تالي لا كان عندها جواب أنه أنا ما بيكذب وأنا كنت عم تمشي بجنينة مرنقولة ساعة خمسة وجه الصباح طلع أوكي فضلي عند أهلك نزلي عند أهلك وما تخليني يشوف صورة وجيك نزلت بيت أهله قريب كان علينا بالحيوني نزلت قعدت خمسة عشر يوم ما ردت علي ولا سألت على الأولاد وأنا بلشت حفظهم للأولاد بلشت طعمهم بلشت نيمهم بلشت ما أنزل على شغلة هذا كان أعمار أولادك وقتا أربع سنين خمسة سنين ست سنين يعني بلبي هالعمارة دي صغير بانه خمسة عشر يوم ما سألت عنه للأولاد جربنا نعمل صلحة أنا وإخواتي شو اللي بيخلي الرجل بعد ما يكتشف خيانة زوجته مثل ما عم بتقول يعض على جرحه ويرجع يقول له أهلا وسهلا فيك لبيتك صدقني إذا أقول لك سيزمالك طلبت منه بنفس الليلة أنا اللي كماشت فيها قلت الله لكي إذا أنت خينتيني عترفي بالحقيقة أنا مستعدت تسامحيك وافتح صفحة جديدة وما بتعيدية شوف قدي قلبي كبير كان أنه خلص يعني شي حصل أن هي الموضوع عترفي بالحقيقة ما كانت عترف بالحقيقة هذا اللي جننني أكثر شيء أنه عم تكذب علي وظلت تكذب لمدة سنة سنتين لبعدين عترفي لأي أسباب الرجل يعض على جرحه مثل ما قلت لك ويرجع بإلا لمرت أهلا وسهلا فيك على بيتي للطفائل الموجودين للأولاد الموجودين بالباد ما بدوا ربيهم كيف كنت أول شيء أنت بشغلك كنت تغيب أيام ما تقدر تجي على بيتك بشان تكون أنت بوظيفتك كيف قدرت أنا كنت زابط بالأطفائية ببيروت وكنت مجبور أني نام بوظيفتي 24 ساعة خدمة مجبور أني نام وحرب وأصف وضرب مجبور أمن وظيفتي كنت كنت أفل على الولاد لما فليت تركهم بالباد لحاله ويضل اتصال أنويا على التالي شو أصعب لحظة بيعيش هالأب عم بيربي ولاده وحده كثير صعب كثير صعب صدقني لأن العيش اللي أنا عشتها بتربية الولاد صدقني ما في رجال بالعالم بيقدر يتحمل اللي تحملتوا أنا وأنا برغم وظيفتي بالأطفائية الله سبحانه وتعالى أعطاني القوة أعطاني الصبر أعطاني الصحة لا أقدر تابع معهم للتاريخ هلأ بعدني عم بربي فيهم